ما نطق روسيا تعرضت لضربات جديدة في مدينة بيلغورود لقي شخصين مسرعهم وفق ما أفد حاكم المنطقة مشيرا أنه تم إسقاط ثمانية صواريخ أوكرانية وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت في وقت سابق إسقاط صواريخ ومسيرات فوق منطقتين بيلغورود وكورسك التي تعرضت طوال الأسبوع لهجمات أوكرانية وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم صد محاولات تسلل إلى أراضي روسيا من قبل مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية ونتيجة لذلك أعلنت سلطة مدينة بيلغورود أنها ستغلق المراكز التجارية والمدارس الاثنين والثلاثاء